اطلع وزير الصحة الدكتور قاسم بوحيبح وامين عام المجلس المحلي بحضر موت صالح العمقي على تجهيزات نهائية لتشغيل مركز المكلة للعلاج الإشعاعي والمتوقع افتتاحه في النصف الأول من فبراير القادم واستمع بوحيبح إلى شرح عن ما تم إنجازه من أعماله والتي قاربت على الانتهاء حيث تم تركيب جهاز المحاكاة ويتميز بمواصفات عالمية وذلك من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي في رفع جودة العلاج الإشعاعي والبدء في تركيب جهاز المسرح الخطي هاليسون على حدث إصداره من شركة فاريان الأمريكية للأجهزات طبية من قبل الفريق الأجنبي الذي سيصل المقلل أسبوع المقبل والذي سيعمل وسيشرف على مرحلة العلاج وأشاد الدكتور بوحيبح بجهود الشيخ عبدالله بن دول ممول المركز على الالتزام والكفاءة التي يقدمها وهو مساهم بشكل كبير في العمل الخيري والاجتماعي والطبي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر